السلام عليكم اخواني اخواتي كديرين اللي بس عليكم كنت مني شاء الله يلقيكم هذا الفيديو باحسن الاحوال يومنا كما كتشوفو اشارك معكم هاد الحلوة دي لدوازعتاي اللي كجي يخفيفو زوينو المكوينة دي لكلها بسيطة اه يعني سهلة بزاف وده مني شاء الله ندوزو المقادير احنا كما كتشوفو ادناجوش كيسان دي والطحين دي والعنبا دي والدقيق دي للقمح مغربال ادنا كاس دي الفرس ولكن غنزيدو الرابح تا هو اه 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 عفون المشوية الملحة عندي هنا قشرة دي البرتقال عندي نجوج معلق كبار دي الاسل عندي نص معلقة دي القرفة اللي بغا يدير معلقة يديرها عندي نجوج بيضس وعندي هنا بكية الخميرة يعني خميرة وحدة انا قادي نشوفو قادي نهرسو البيض ونشوفو بعدا ما يكونش خاسر ولا شي حاجة هنا هنزيدو الملح هنزيدو الملح هنزيدو شوي هنا بغيب الفوي نولي بغا يدير انا احتيتو هنزيد الزيز هنزيدنا السكر غلاسي ننخلط مزيان ستنساجم العناصر كلها نزيد القشرة البرتقال ننخلط العسل نحاول نخلطه مزيان ننخلط القرفة بالنسبة للقرفة اللي كتيجب الماضي يكون شي مجد يقدر يدرسها مع القاة صغيرة ولكنها يجيش في مجد بزفل إلا كانت مع القاة سنقوم ببعضها نزيد كاس ديال الحرش ديال القمح اللي مغربل ننخلط الخمارة نزيد الكاس الثاني دقيق القمح نحتل بغير كلها بالقمح حركة جزونا كلها بالقمح دقيق القمح حيني بلمين واحد بلمين يدخل القعم فورس نزيد دقيق ذاك الكاس دي الفورس نحاول نخلط بيديه باش نحاول نتحكم في العجينة مزيان وهنا كما كتشوفونا راك نحاول اني كان نزيد شوية هكا الطحين مهم هو الكاس الرابع اللي زدت لكن ما كتشوفو راها اربعة كاسندة بها دي اللي وصلت لها حتى كتكون بعد مرة على حسب الطحين إذا كنت يشرب رابع ما رس كنت حوف شي طحن سيكون يشرب مهمة هنا رزت ربعة الكاسندة ديولة 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 وهناي غادي نجمعو هاد العجينة مزيان ونحاولو انها ما تكونش كتلصق ما تكونش خفيفو ما تكونش تنيس قيلها قاسحة يعني تكون نرتبة زوينة آآ اللي نقدروا نتحكمو فيها هنا هنا كما كتشوفو ها هي هنا غادي نحاول انا غادي ندير الكويرات نديرها يعني نديرها غريبة ونشكلة غريبة وناللي بغاية يشكل شي شكل اخر را همش مشكلة هنا هنا هي كما كتشوفو المهمة هنا لحسب كل واحدة اللي بغاية يكبرهم شوية رات يكبرهم ولي بغاية الصغرة كي صغرهم هنا بنسبة هنا غادي ندهنهم بالبيض اللي ردرس فيه شوية ديال الخل باش تحضنو ذلك زفورية انا غادي ندهنو شوية ديال البيض اللي بغاية هنا بالبيض و يدير لهم زجنجان كما غان دي لهم انا او دكشة يبقى خسير اللي ما بغاشر يقدر يدير غالبيض ديروها البيض وتشرطوه مغرب هاكا بالفرشيطة يعني تدير الخطوط هاكا بالفرشيطة وصافي وتخليوهم هاكدك لك ما كتشوفو هاي العريبة دينا كي جات يعني جات محي مرزوينة وتف المدق دينا كتجيزوينة نايا كن بغن نشكر جميع الاخوان الاخوات المغرب وخارج المغرب وكنت من التوفيق ان شاء الله الجميع وتنقول لكم السلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله ومهم وشي فكرة اولاش حاجة اخرى سواء كوزينة اولا في الرسم اولا فاش مكان مهم انا معاكم ان شاء الله